الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلي وصحبه شعبي العزيز نخلد اليوم ذكرى ثورة الملك والشاب المجيدة التي شكلت مرحلة فاصلة على ضرب تحقيق الاستقلال كما اشجسدت عمق روابط المحبة والتعلق بين ملك فضل المنفع على المساومة بوحدة الوطن وسيادته وشعبي قدم تضحيات جسيمة من اجل اودة ملكين الشرعي واسترجاع الحرية والكرمة وبنفس الروح التضحية والتضامن تم استكمال الوحدة الترابية واسترجاع الاقاليم الجنوبية لمملكة شعبي العزيز لقد تمكننا خلال السنوات الاخيرة من تحقيق انجازات كبيرة على السعيدين الاقليمي والدولي لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة بخصوص مغربية السهراء وهكذا ابرت العديد من الدول والوازنة عن دعمها وتقديرها الايجابي لمبادرة الحكم الذاتي في احترام لزيادة المغرب الكاملة على عرضه كإطار وحيد لحل هذا النزاع الاقليمي المفتعل فقد شكل الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية حافزا حقيقي لا يتغير بتغير الإدارات ولا يتأثر بالضرفيات كما نسمم الموفق الواضح والمسؤول لجارتنا اسبانيا التي تعرف جيدا استهدى النزاع وحقيقتها وقد استهدى الموقف الايجابي لمرحلة جديدة من المشاركة من الشراكة المغربية الإسبانية لا تتأثر بالظروف الاقليمية ولا بتطورات سياسية داخلية وإن الموقف البناء من مبادرة الحكم الذاتي لمجموعة من الدول أوروبية منها ألمانيا وهولندا والبرتغال والسربيا وهونغاريا وقبرص ورومانيا سيساهم في فتح صفحة جديدة في علاقات الثقة وتنزيز الشراكة النوعية مع هذه البلدان الصديقة وبموازات مع هذا الدعم قامت حوالي ثلاثين دولة بفتق صليات في الأقالم الجنوبية تشييدا لدعمات صريح للوحدة الترابي المملكة ولمغربية الصحراء ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن نجدد عبارات التقدير لإخواننا ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية الشقيقة وخصة الأردن والبحرين والإمارات وجيبوتي وجزو القمر التي فتحت قنصريات بالعيون والدخل وما نشكر باقي الدول العربية التي أكدت باستمرار دعمها لمغربية الصحراء وفي مقدمتها دول مجلس التاون الخالجي ومصر واليمن ونود هنا أن نؤبر أيضا عن اعتزازنا بمواقف الشقائنا الأفارقة حيث قامت حوالي 40% من الدول الإفريقية تنتمي لخمس مجموعات جاوية بفتق صليات في العيون والدخل وتشمل هذه الدينامية أيضا دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكريبة حيث قامت العديد منها بفتح قنصريات في الصحراء المغربية وقررت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصري ليشمل الأقاليم الجنوبية لمملكة وأمام هذه التطورات الإيجابية التي تهم دولا من مختلف القارات وجه رسالة واضحة للجميع إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيص به صدق الصداقات والنجاعة الشركات لذا ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص لمغرب التسحراء أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل شابي العزيز يبقى حجر زاوية في الدفاع عن مغرب التسحراء ووحدة الجبهة الداخلية والتابئة الجاملة لكل المغاربة أينما كانوا للتصدي لمناورات الأداء ولا يفوتني هنا أن أوجه تحية إشادة وتقدير لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين يبدلون كل الجهود لدفاع الوحدة الترابية من مختلف المنابر والمواقع التي يتواجدون بها والمغرب والحمد لله يملك جارية تقدر بحوالي الخمسة ملايين إضافة إلى مئات الآلاف من اليهود المغاربة بالخارج في كل أنحاء العالم ويشكل مغاربة الآلم حالة خاصة في هذا المجال نظرا لاتباطهم القوي بالوطن وتألقهم بمقدساته وحسهم على خدمة مصالحه العليا رغم المشاكل والصعوبات التي تواجههم ذلك أن قوة الروابط الإنسانية والاتزاز بالانتماء للمغرب لا يقتصر فقط على الجيل الأول من المهاجرين وإنما يتوارث جيل عن جيل ليصل إلى الجيلين الثالث والرابع ولكن في المقابل لا بد أن نتساءل باستثمار ماذا وفرنا لهم لتوطيذ هذا الاجتباط بالوطن وهل إطار التشريعي والسياسات الأممية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيتهم وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم وهل وفرنا لهم التأطير الديني والتربوي اللازم وهل خصصنا لهم مواقبة اللازمة والظروف المناسبة لنجاح مشاريعهم لاستثمارية صحيح أن الدولة تقوم بمجهودة كبيرة لضمان حسد تقبال مغاربة العالم ولكن ذلك لا يقفي يعني عديد منهم مع الأسف ما زالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية وإطلاق مشاريعهم وهو ما يتعين معالجته إما فيما يتعلق بإشراق الجالية في مسار التنمية والذي يحظى بكامل اهتمامنا فإن المغرب يحتاج اليوم لكل أبنائه ولكل الكفاءات والخبرات المقيمة بالخارج سواء بالعمل والاستقرار بالمغرب أو أمر مختلف أنواع الشراكات والمساهمة انطلاقا من بلدان الإقامة فالجالية المغربية بالخارج معروفة بتوفرها على كفاءات عالمية في مختلف المجالات العملية العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضة وغيرها وهذا مبعث فخر للمغرب والمغاربة جميعا وقد حان الوقت لتمكينها من المواكبة الضرورية والضروف والإمكانات لتعطي أفضل ما ندهيها لصالح البلاد وتنميتها لذا نشدد على ضرورة إقامة علاقات عيقلية دائمة مع الكفاءات المغربية بالخارج بما في ذلك المغارب اليهود كما ندعو لإحداث آلية خاصة مهمتها مواقبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج ودعم مبادراتها ومشاريعها وهو ما سيمكن من التعرف عليها والتواصل معها باستمرار وتعريفها بمؤهلات وطنها بما في ذلك دينامية التنمية والاستثمار وهنا نجدد الداء للشباب وحامل المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج لاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن ومن تحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد ومن جهتها فإن المؤسسات الأمومية وقطاع المال والأعمال الوطني مطالبون بانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية وذلك من اعتماد آلية فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة لما يعود بالنفع على الجميع وفي الأخير وبالنظر للتطلعات المنتجدة لمغاربة العالم فقد حان الوقت لتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي الخاص بهذه الفئة العزيزة من من مواطني ويجب إعادة النظر في نموذج لحكامة الخاصة بالمؤسسات الموجودة وقصد الرفع من نجاعتها وتكاملها شعب العزيز إن نروح ثورة عشر الغشط الخالدة بما تحمله من معاني التضحية والتضامن والوفاء في سبيل الوطن ستبقى تنيل طريقنا وتنهم الأجلال المتعاقبة في ظل الوحدة الوطنية والترابية والأمن والاستقرار وفي ذلك خير وفاء لرواد المقاومة والتحرير وفي مقدمتهم جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس ورفيقه في الكفاح ولن المدعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواهما وكل شهداء الوطن الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته